اشتركوا في القناة واحد قتل ابنك قتل اباك هنا هوى النفس في قتله الشرع ايضا اجاز لك القصاص ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل انه كان منصورا هوى النفس في الانتقام من القاتل الشرع ايضا شرع القصاص هذا احيانا لكن غالبا بين العقل والشرع من جانب وبين هوى النفس من جانب اخر تبايون يعني هوى النفس يخالف الشرع والعقل زي النفس الانسان خداعة تحاول خداع الانسان فلذلك غالبا عندما تريد توصل الى مشتهياتها النفس تجد غلفه بغلاف يخدع الانسان بغلاف عقلي بغلاف ديني احيانا الانسان عنده شهوة النفس تظهر ان هذه الشهوة هي في طريق الحق فلذا الانسان لازم دائما يحذر نفسه حقا شكرا